السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 1 نعم أحدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام الجزء 12 من الفصل الخامس نتكلم على الكربو نايت رايدنج احنا في الحقيقة لما شفنا ان الكربرايزنج لها مميزات ولها عيوب ونايت رايدنج لها مميزات ولها عيوب وانا طب ما نحاول نزوج او نزاوج او ندمج الطريطين مع بعض لعله يعطينا نوع من أنواع المميزات المختلفة اوه كربرايزنج دي الكربو نايت رايدنج في الحقيقة مع بعض طيب تعال نشوف العملية بتم ازاي او ايه البرامتر اللي انا بتحكم فيه عندي التمبراتر من 850 لـ 860 عفوا من 860 لـ 870 عندي الـ optimal sickness اللي بتحصل عليه من 25 من 100 لـ 5 من 100 ميلي عندي time of carbonite riding من 2 لـ 5 ساعات عندي sub sequential quenching in oil or warm bus عندي 160 وعندي temperature at low temperature or tempering at low temperature العملية بتتم ازاي انا عندي مصدر مني natural gas وعندي مصدر من الـ carb rising وعندي الامونيا بتم عملية pre-heating في البداية مع natural gas عشان ما نحصدش اي نوع من أنواع oxidation بعد كده بيمروا الاثنين على الـ carbonytrading zone اللي فيها وفيها الـ carb rising وفيها الامونيا كمصدر ليه كربون مصدر ليه الـ nitrogen بعد ما اتم كده اعمال عملية quenching برضو في وجود natural gas عشان ما نحصدش اي نوع من أنواع oxidation زي ما احنا شايفين ودي الرسمة العامة اللي بتوضح الامرية دي